أثناء الحصة أخبرت المعلمة تلميذاتها بأن صديقة لهن في الفصل المجاور فقدت ساعتها الذهبية أثناء الوضوء وطلبت منهن الدعاء لها بعودة ساعتها إليها فدعت الطالبات ومن بينهن ألاء التلميذة الفقيرة التي تعرف صاحبة الساعة ومدى غرورها وتكبرها عليها ومعايرتها بفقرها وأثناء الفسحة خرجت التلميذات من الفصل للاستراحة وتناول بعض الطعام أو الساندويتشات وعند دخولهن للفصول فوجئن بمديرة المدرسة تطلب منهن فتح حقائبهن للتفتيش والبحث عن الساعة المفقودة فتحت جميع التلميذات حقائبهن فيما عدا ألاء التي نظرت بحزن شديد للمديرة ورفضت وهي تبكي تفتيش حقيبتها وقالت للمديرة أنا لست لصة ومع إصرار المديرة ورفض وبكاء ألاء تدخلت معلمة الفصل وطلبت من ألاء أن تسبقها ومعها الحقيبة إلى حجرتها ذهبت ألاء والمديرة إلى حجرة المعلمة التي ابتسمت لألاء وقالت أعرف أنك أحسن الطالبات خلقاً وأنك دائماً صادقة في أقوالك ولكن يجب تفتيش حقيبتك لتتأكد المديرة من صدقك وتشعر صديقاتك بالمساواة بينكن اقتنعت ألاء بكلام معلمتها التي تحبها كثيراً وعندما فتحت المعلمة الحقيبة فوجئت بما فيها وغرورقت عيناها بالدموع فقد وجدت بقايا أطعمة أخرى أخذتها ألاء أثناء الفسحة وبعد فطور الطالبات حيث يتبقى من الطعام نصفه أو ربعه فتجمعه ألاء وتفطر ببعضه وتحمل الباقي إلى أمها وأخواتها في البيت ليكون لهم الغداء والعشاء لأن أسرتها فقيرة ومعدومة وليس لهم أحد يسأل عنهم وقد شعرت بحرج شديد ورفضت فتح حقيبتها أمام زميلاتها في الفصل حتى لا يشاهدن بقايا طعامهن معها ولكنها بعدما هدأت اعتذرت للمديرة ولمعلمتها اللتان طال بكاؤهما من المشهد وما كان من المديرة إلا أنها احتضنت ألاء واعتذرت عن تقصيرها وكل المدرسة معها ووعدتها بأنها سترعاها وأسرتها حتى تتخرج من الجامعة وكذلك وعدتها المعلمة وفي هذه الأثناء سمعت المديرة صوت التلميذات يصحن قائلات لقد وجدنا الساعة الذهبية لقد نسيتها صاحبتها في بيتها واتصلت بأسرتها وعلمت بوجودها داخل حجرتها عادت ألاء إلى بيتها وحكت لأمها ما حدث فحزنت الأم كثيرا وقالت لابنتها أتشتكين الخالق للمخلوق والله يا ابنتي سيعوضنا الله على صبرنا وتحملنا فهو وحده الرزاق وبعد أيام قليلة نادت المعلمة على ألاء قبل أن تدخل فصلها وابتسمت لها وقالت بفضل من الله فقد تكفل زوجي وبعض أصدقائه من الصالحين بك وبأسرتك حتى تخرجك أنت وإخوتك كما أرسلت الوزارة لك شيكا بمبلغ كبير تستطيعين صرفه من الآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قصة رواها الشيخ علي القرن في محاضرة بعنوان الرقابة لمن؟ حيث قال هذه القصة وقعت في زمن مضى لنعلم ثمرة مراقبة الله عز وجل رجل اسمه نوح كان ذا نعمة ومال وثراء وجاه وفوق ذلك صاحب دين وخلق وكان له ابنة غاية في الجمال ذات منصب وجمال أيضا ومثل أبيها صاحبة دين وخلق وكان معه عبد اسمه مبارك لا يملك من الدنيا قليلا ولا كثيرا ولكنه يملك الدين والخلق ومن ملكهما فقد ملك كل شيء أرسله سيده إلى بساتين له وقال له اذهب إلى تلك البساتين واحفظ ثمرها وكن على خدمتها إلى أن آتيك مضى الرجل وبقي في البساتين لمدة شهرين وبعدهما جاء سيده ليستريح في تلك البساتين فجلس تحت شجرة وقال يا مبارك ائتني بقطف من العنب فجاءه بقطف فإذا هو حامض فقال له ائتني بقطف آخر إن هذا حامض فأتاه بآخر وثالث فإذا هم مثل طعم الأول فكاد أن يستولي الغضب على سيده وقال له يا مبارك أطلب منك قطف عنب قد نضج وتأتين بقطف لم ينضج ألا تعرف حلوه من حامضه قال مبارك والله ما أرسلتني لآكله وإنما أرسلتني لأحفظه وأقوم على خدمته والذي لا إله إلا هو ما ذقت منه عنابة واحدة وما راقبتك ولا راقبت أحدا من الكائنات ولكني راقبت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أعجب سيده به وبورعه وقال له الآن أستشريك والمستشار مؤتما لقد تقدم لابنتي فلان وفلان من أصحاب الثراء والجاه فمن ترى يستحق أن يتزوج ابنتي فقال مبارك لقد كان أهل الجاهلية يزوجون للأصل والحسب والنسب واليهود يزوجون للمال والنصارى للجمال وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجون للدين والخلق وعلى عهدنا هذا للمال والجاه والمرء مع من أحب ومن تشبه بقوم فهو منهم أعجب نوح بكلام مبارك كثيرا ثم نظر وقدر وفكر وتملأ فما وجد خيرا من مبارك فأعتقه أولا وقال له أنت حر لوجه الله ثم قال لقد فكرت كثيرا فرأيت أنك خير من يتزوج بابنتي فقال مبارك اعرض عليها أولا فعرض الأب على ابنته الأمر فسألته إن كان يرضاه لها وعندما أخبرها برضاه قالت فإني أرضاه مراقبة للذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فكان الزواج المبارك من مبارك ثم كانت الثمرة حيث حملت هذه الزوجة وولدت طفلا أسمياه عبد الله إنه عبد الله بن المبارك العالم الزاهد العابد الذي ما من إنسان قلب صفحة من كتب التاريخ إلا ووجده حيا بسيرته وذكره الطيب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم اهتمت سيدة عربية بتربية ابنتها واسمها هند فأحضرت لها مربية مسلمة لتقوم برعايتها أثناء عملها وغيابها عن المنزل ولكن بعد أشهر قليلة غادرت المربية المسلمة منزل تلك السيدة بسبب قسوتها معها ومعاقبتها على أتفه الأمور وبعد أيام استعانت السيدة العربية بمربية أخرى ولكن هذه المرة كانت المربية غير مسلمة وليس لها دين وفي أحد الأيام أوقعت المربية على الأرض صحنا مزخرفا غالية ثمن فكسرته فصفعتها السيدة العربية صاحبة البيت صفعة قوية وكانت هذه الصفعة أول عقاب تناله هذه المربية غير المسلمة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فذهبت المربية إلى غرفتها تبكي وكلما شاهدت المربية وجه والدة هند نظرت إليها نظرات غل وكراهية وكلما زادت السيدة من عقابها للمربية زاد غل وكراهية المربية وحقدها على تلك السيدة مر على أول صفعة تلقتها تلك المربية سنتان وقد نسيت والدة هند هذه الصفعة وما بعدها ولكن المربية لم تنسى وكانت نار الانتقام تشتعل داخلها فكانت الأم تذهب كل صباح لعملها وتأتي وقت الظهيرة وتظل ابنتها هند مع المربية وبعد أيام قليلة أحست الأم أن ابنتها في الليل تنام وهي تتألم فقررت أن تتغيب عن عملها وتراقب المربية مع هند في هذه اللحظة سمعت ابنتها هند تقول للمربية لا أريد اليوم هذا مؤلم في هذا الحين دخلت الأم عليها فجأة ففوجئت بما لا يخطر على بال إنسان لقد رأت المربية تضع لهند الديدان في أنفها فأسرعت وأخذت ابنتها وذهبت بها إلى الطبيب لم يستطع الطبيب معالجة هند التي ماتت بدون أن تقترف ذنبا فانظروا قسوة أم كانت نتيجزها حياة طفل بريئة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ترجمة نانسي قنقر